نناخد شوية التدكشن على الادرينيرجيك سيستم احنا خلصنا الادرينيرجيك سيستم اليوم سيكون الادرينيرجيك سيستم اكيد كمان انتم اخذين فارما 2 فاكيد مار عليكم الادرينيرجيك سيستم بس لتذكير احنا في عنا مقسم الاسوماتيك والاوتونيك السوماتيك اللي شفنا المسؤولة كان عنه الاسيتيالكولين وما في جانجليا ونوعا ريسيبتر كان نيكوتينيك بالاوتونيك نوربس سيستم ايهاب الاسيتيالك نفس الشيء المسؤول عنه توتلي الاسيتيالكولين في عندي انا في عندي نيكوتينيك ريسيبتر بعدها عندي نيكوتينيك ريسيبتر اما السيمتاتيك في عندي النيورتانيوترز اللي بالنص هم عبارة عن نيكوتينيك ايضا عند ريسيبترز او عند الادرينا المضالة مثل يا جماعة عند عند التشيور او او نوردرنالين او نوردرنالين او نوردرنالين الـ منضف لها كمان ونضف لها كمان ومشاركة كمان عادة الـ عادة الـ بعرفه انه يعني لما بصير في عندي اكشن معين بطلب مني بيقرر انه انا بواجه او انا بهرب من الموقف اللي صار النور ادرينالين نور ادرينالين بشتغل شفنا بيصير بيغذي والكاردياك اما الادرينالين الادرينالين هو عبارة عن هرمون رح يكون عبارة عن هرمون بيصير من الادرينا المضلة زي وزي هرمون حتى يوصل واحد ما رح يصير له عطريق الاخر هو عبارة عن هرمون النور ادرينالين وضيبت النور ادرينالين هتكون عكس تماما الـ ونفس الشي زي ما في تشيو بيكون فيها انهباتري هون هون ننشوف في الـ فهم موجودين موجودين بالـ 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 كيف انا استفيد منه اكتش 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 بعمته تبعتال تبعت كل ریسبتر سواء ك variتام agonist however يستفيد منه اكتش Alpha 1 بسطول 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 من الأطنق لucken ساتس بسطول يعني بسويراً رقلات الالسولى البتا 1 مسؤول على التكيكسرية إيجازة أن تتكيكسرية إيجازة أن تتكيكسرية إيجازة أن تتكيكسرية وأن تكون لفصيات لاحقيتها 그래도 البتا 2 أدرسون همم يمكن أن تكون لفصياته تباية قليلة و بقليلينة وممتع لهذايا أنت تكون اسم المسل وعند رقل أنت تكونعلق الإسلام إيجازة الأسرلية طيب احنا شفنا بالكولينيرجيك سيستم ان الاسيطال كولين هو المسؤول تباين از اجوليس تبريسيبتر بس تايم مين السيستم المسؤولة عندي اياه حكيان الادرينالين او نور ادرينالين ادرينالين او نور ادرينالين سمتايمز حنسمع تسميات اخر زي ابنفرين نور ابنفرين هم نفسهم بس في عندي تسميه امريكيه وفي عندي تسميه بريطانيه مكون من فنل الكلامين حلقة بنزين بعدها اثل بريتش بعدها في عندي الامين وصبستيوشن واحنا اتفقنا من البدايات انه كل الادويته تشغل على الاسيوني السيستم او على النيورو ترانزميترز هم مكونين من ثري بارت لابنفرينه دايمون فينل بعدها في عندي الآل دايمان البرج هو عبارة عن اثل بعدها في عندي دايمانيه البرج هو عبارة عن اثل طيب من وين نجبنا الادرينالين وادريالين اذا انتم فاكرين او اذا درستوا الباركينسون احنا كنا بنحكي الالتايروسين هو عبارة عن امانو امانو اسز بصير له على على طريق انزيم اسمه فبحصل بعدها بيشتر انزيم اسمه بيخلص من اصد هيك حصلنا الدوبامين الدوبامين اذا صار في عندي اذا صار في عندي من اسمه يعني نور مراتها ما في نور ادرينالين ما في اللي بتكون الامين هي عبارة عن اه بعدها اذا انا كنت موجود بالادرينال مضلة حسب التشيو طبعا اذا انا بالادرينال مضلة في عندي انزيم اسمه انميثال الامينو جروب الامينو جروب بالتالي انا حصلت الادرينالين واضح فالباتوي تبعت الدوبامين والنوع ادرينالين والادرينالين it is identical شو اللي بيحدد مين الصمنع اللي يحدده هو نوع الانزيم ونوع التشيو اللي انا موجود فيه اوكي ليه احنا مهتمين بالسنتهيز لان وانه احنا محبت احنا محبت لانهبت السنتهيز وحال نكون عارفين هاي الادرينالين اوكي زي كمان الدوبامين شو الميكانيزم ميتابوليزم مني نيوو ترانسيمتر بعد صول اكشن ادر ريسيبتر اوكي اول ببلش بالماو انزيم او ببلش بالكتكول او مثال ترانسفيريز الكومت انزيم اذا بلشت بالماو انزيم انا بعمل بشيل الامينو جروب من النور ادرينالين اوكي 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 بالكومت انزيم هنبلش بمين هنبلش بميتاليشن للهايدروكسي عند الميتا او عند پوزشن نمبر ثري اي اد اميثال سواء بلشت بالماو او بلشت بالكومت الكومت اوكي حيكمل الكومت محل الماء والماء محل الكومت فحيخلص المركب عندي اياه لا في امينو جروب ولا في هايدروكسي بالعكس مثال هايدروكسي فاسمت او او واخر اينو هايدروكسي او افريتك ادرينالين وان الادرينالين لكو الأدرينالين لانه الادرينالين قبل ما يصير في عندي الماء انزيم يشتغل حيصير في عندي اندي ميثاليشن بعدها يشتغل عندي الماء انزيم at that amino group okay to remind you of the biosynthetic pathway and metabolism pathway for two types of neurotransmitters okay come on and mechanism of action we have nerve signals visual action potential this action potential will enhance the release of more adrenaline in the storage okay لما لما بصر له release حيرتبط على receptors at the effector sites okay and it will exert its action بعد ما اشتغل الaction توعته i have many theory يا بصر له re-absorption او الميتيبولايزينج انزيم حتسوي له له متابوليزم وبتخلصني منه ف I have to produce another one okay this is expected mechanism pathway for action of the noradrenaline okay طبعا هاي البروستس مش مش فوضى يعني لما بصير في عندي release للنور ادرينالين ويختبط مع افكتر ريسبتر تبعه بسموث مصل او باي مكان لازم يصير في عندي بعديها feedback انهيبشن او down regulation ماذا بساوي انهيبشن لل further release of noradrenaline اللي حيسوي هو يا في عندي pre-synaptic receptor للنور ادرينالين بساوي انهيبشن لل release further for noradrenaline او بيكون في عندي كمان binding site للاصيتاريلكوريني بتعمل feedback انهيبشن لل release of noradrenaline بتوقف ال release سبعته او نفس الشيء the prostaglandins can control it like prostaglandin A2 فرضا اما F2 alpha it will increase its release okay فpre-synaptic receptors it controls the release of noradrenaline يعني at a certain point بتحكيها بكفي بس release لان احنا حكينا انا في عندي يا fight or flight okay fight or flight depending على كمية release اللي بمنتجها الجسم in order to respond for the stimuli اللي يجاها okay this is the idea behind pre-synaptic receptor مشان هيك sometimes noradrenaline receptor they could be activating or they could be inhibitor for the release of the hormone طيب انا لما بيفكر اصرني عدوة شو تتاركت تستبعوني اللي بدي انا او او الاماكن اللي بي استغل فيهم the adrenergic system to produce a drug we have different theory among them i can affect the biosynthetic enzymes اتحكم بال biosynthetic enzymes or i can't control the vessel carriers او بتحكم بال release of the transmitter او i will work at the adrenergic receptor او بتحكم بالoptic by carrier protein زي ما شوفنا بالجافة زي ما شوفنا بالجافة مالية شوفنا بالجافة مالية شوفنا بالmetabolic enzymes بمنع الميتابوريزم بزيدي الميتابوريزم اتساترا او بتحكم بالpre-synaptic بخلي والله الأسكتالكوليني ريبتر مو أكتب بخلي الفوستغلندين مو أكتب and etc we have different theory من فيهم اللي we apply حاليا in our ملسنل we will have drugs that affect الكاتيكولامين بيوسنتسس حتحكم بالإنزام المسؤولة على البيوسنتيك باركونامين I will find the drug which will control the storage and release okay we have direct acting sympathomimetic لما نسمع كلمة sympathomimetic يا جماعة ماات الدوالين هو عبارة عن agonist okay it will be an agonist droid indirect acting sympathomimetic هي الأدوية اللي بتحفز الرلیس okay of the noradrenaline from their storage okay بتحسن الرلیس of noradrenaline from the from the storage and finally we have adrenergic receptor antagonist او من ستميهم sympatholytic sympatholytic لهم عبارة عن antagonist okay so we have agonist و antagonist هم اهم اشي بنسبة انه اهم اشي we have المسؤولين على storage والبيوسنتسس والبيوسنتسس وال storage these are not highly or widely used drug nowadays الا في حالات معينة طبعا okay دكتورا ال indirect مش بيشتغلوا عال بتاعون عال feedback mechanism لا اهينا بمنعو السلايد اللي بعدين شايفو السلايد اللي بعدين ال indirect enhance release off north from the business بحسن release اه او احيانا ال indirect بمنعو اه بمنعو اوكي حنشور اصدي اصدي مش هنا النقطة اللي قبليها او اللي قبليها اللي بتستغل على storage وتستغل على release بي كمال نقطة اه اه هذا they could be they could be mixed او في عين لنا ال indirect اذا فاكرين اما اخدنا السيناس stimulant اخدنا الانفيتامين والإفدرا حكينا حكينا these are indirect لأنهم بيجيدوا release للنور والدوفامين والسرتين هيك فكرة ال indirect ما برتبطوا عن receptor مباشرة بحسن release off نيرو transmitters اوكي حيمروا معنا ان شاء الله بس حن تعيدهم once again ان شاء الله طيب اذا درق فعلي موجود عندي بالماركت انا ايش في عندي receptors مستغلهم وايش في لهم agonist او antagonist بستخدمه في حالة الشك الhypotential or as an exergic congestion antagonist على alpha 1 i will have antihypertensive or benign prostatic hyperplasia drag alpha 2 alpha 2 i will have agonist to treat hypertension and glaucoma as analgesia or sedation beta 1 i will have only antagonist and i will use it to treat hypertension or aridemia beta 2 agonist as bronchodilator beta 3 i will have agonist for weight loss beta 3 اللي حديث عن ما في عندي يمكن لدراجز موجودين او رشعف اذا حدا مجمع لكم وذكر لي انه في دراجز يمكن نزل على beta 3 to treat weight loss بس فعليا احنا الرفرنس طبعا لها مش ذاكر اشي اوكي لا you will see that كمان اذا بالتابل لقم 16 اربعة لما منحكي نوع الريسبتر ونوع agonist ولا انت اقونيست تحت في عندي اشي اسمه g-protein ف all of my receptors الخاصين في النوع الادرينالين او الادرينالين they are g-coupled to protein شعني g-coupled to protein يا جماعة يعني انا في عندي secondary messenger جوالسل secondary messenger جوالسل it could be it could be potassium it could be calcium etc okay these secondary messenger هي التعطيني the response it could be activating or inhibitor for that itself it could be relaxation or contraction of the smooth muscle and etc احنا عم نتعامل with the same neurotransmitter epinephrine norepinephrine كلهم نفس الشي بتعامل مع نفس alpha one receptor او فرضا انا عم بتعامل مع the alpha two receptors مو متوزعين جوالجسم لكن الفعل ناتج عن كيف بتحلل الاكشن بزداد بقل كالسوم بزداد بقل etc بتعامل will be different in different issues okay ها الكلوة تبعبارة عن تفكير مش عارف الفيسيولوجي احنا منذكر ولا but it's a good introduction to remind you with the adrenergic system in general okay هون just to show you بعد شويح نحتاجها احنا هاي سلايد we have حكينا ادرينالين نوع ادرينالين متفقين ان الادرينالين نوع ادرينالين مكونين من 3 part 3 اجزاء اول جزء لهو الامينو part والامينو part سواء كان secondary او tertiary متعودين ان امينو جروب جوه جسمنا it is ionizable عندي it will carry a positive charge okay النايتوجين رح تحمل positive charge بالتالي بتوقع المفروض يكون عندي احنا متعودين ثمان تجينا تجينا from aspartic acid okay amino acid aspartic acid at the binding bucket فبالتالي حتسوي لي ionic interaction هاي اول نوع interaction بين الادرينيرجيك سيستم والريسبتر تبعته بعدين في عندي انا 3 هايدروكسي شايفين هايدروكسي واحدة عالبيتا كاربون and 2-1 موجودين على الارماتيك سيستم الهايدروكسي بتسوي لنا hydrogen bonding it will form hydrogen bonding with the receptor فاحنا نتحققنا ionic interaction hydrogen bonding and these types of hydrogen bonding 3 hydrogen bonding فالانتراكشن is very potent اوكي صفة عندي انا الرينج يعني مستحيل الرينج على الفاضي ففي عندي هادروفابيك انتراكشن او فاندرفال انتراكشن with the receptor اوكي هاي كلها بتخلي البايندينج to the receptor in its best condition ليه احنا مهتمين انه تسيل البايندينج لانه بدي افكر بعدين اني اصنع دوا انا احنا عنا alpha 1 و alpha 2 و beta 1 و beta 2 و beta 3 فلما بدي افكر اصنع دوا انا حيقترض ذا لانه بدي اشي يكون selective لازم يكون في اشي مميز جوال receptor بميز alpha receptor عن beta receptor فاذا عم تفرج على الرسم اللي تحت يمين و شمال as you can see beta receptor فيها group فيها هيك مساحة اوسع شوي اناحية اليمين على beta receptor في عندي ناحية اوسع شوي ما بين ال alpha ما عنده هاي المساحة الاكسترا فبالتالي if i decide to make a drug بدي استغلها افكر وحنشوف بات شوي how we can get benefit from this extra site at the beta receptor التفتير الدراغ تتعب d احنا في آلا هي تحويل للتايروسين لللدوفا. بالتايروسين للل دوفا. هاي الخطم بتحتاج انogeneous ما نعته منعت تصنيع دوفامين ادرينالين ومناعت كل شيء. مناعت كل شيء and this is not an easy thing انو انا روح اعمل shut down لكل الادرنانين والنورادرنانين جوا جسمي لكن in certain clinical situation I need to do this خلينا نشوف فwe will inhibit the first enzyme اللي هو الtyrosine hydroxylase enzyme and this metyrusine as a drug competitive inhibitor كمان for epinephrine and norepinephrine production وبالتالي ما فيش عندي انا لا epinephrine ولا نور epinephrine امتى احتاج انا اني اعمل بلوكت لتصنيع كل ال epinephrine والنور epinephrine جوا جسمنا في عنا disease اسمه phyachromocytoma phyachromocytoma هو عبارة عن benign tumor بتصير الكرومافين بتنتج كميات كبيرة جدا من epinephrine نور epinephrine بصير في عندي disease جسمنا بنتج نور epinephrine انا epinephrine كميات جدا عاليين اوكي disease ما في مشكلة لكن مشكلتي فيه انه احتمال مريضي يعاني من hypertensive episodes اوكي يعاني من hypertensive episodes فاحنا شو بنساوي نعطي الميت tyrosine مشان نخفف الhypertension before ما احنا ندخل بالسيرجري to remove the tumor اوكي بس there's a specific situation اما والله اني اقرر استخدم this agent مشان اعالج الhypertension او اعالج الازمة لا اوكي لانا the money money side effects will appear انه نهائيا جسمي حصير فيه شك لانه ما فيه epinephrine ولا نور epinephrine اوكي this is the ذكرنا الميت tyrosine زي ما حشنا فيه الميت tyrosine ايش مختلف انه في عندي مثل group attached to the side chain اوكي this is the الميت tyrosine في عندي دواء شبيه في الميت tyrosine اسمه الالفا مثال M tyrosine اوكي and this drug this drug بيصر له activation بال pathway to the synthesis of my dopamine لادواء اسمه الميت رامينول and this produced drug it will be the alpha 1 agonist اوكي استغلينا الانزيم to produce alpha 1 agonist راح نحكي عنه ان شاء الله كمان later on the agonist of the alpha 1 receptor هيك احنا خلصنا اول اول idea او اول فكرة drug تشتغل اني اأثر على buy synthetic enzymes حكاان هيا الفكرة ما بتنفع اني استخدمها لانه او ادي ادريالين و ادرياني ادريانية og ادريانية and it's very hard to shut down all the synthetic pathway second idea انو اي او او اي افكتين من الروفيا موجودة في الاندية. شو الفكرة من this drug? شايفين الاندول تحت. لحلقة البنزينة بجمع حلقة ماسية فيها. ببلش من واحد. اوكي. شو بتساوي this drug? بسيباتيك نيرونز. بالبريفرال نيرفل system. بسيباتيك نيرفل. كمان ابنفرين حتى العدد الادرينال مضالة. شو بساوي? بساوي ديبليشن. كمان. بسرطنين والدوفامين. اذا سبب لهم ديبليشن. انا عطوا كلهم حيصير لهم release. حيصير لهم متابوليزم. فلما يجيني او بيجيني signal بالنروس. ما فيش اشي حيصير له release. فيش response. بالتالي can be used as a drug. مستظنيني نرستل my drug is being found. my drug as you can see. it has an easter linkage. بالتالي half-life. نوعان ما. it is a short drug. short half-life. sorry. we have uh okay. okay now it will cause a gradual loss of vessels stored of norepinephrine. بالتالي ما فيش عندي any response. and the side effects. لانه الدوائي بيش تتغلي عجماعه. عالسينيس. it can produce sedation in aberrated to concentrate. وينو يشتغل على الpatients. فالpatients اللي عم باخدر يسر فين يمكن صعب اني يخليه يشتر يقد حافلات كبيرة وهكي شيء. او انو يداوم في أماكن تحتاج. uh machines and etc. okay. we have another type of uh the drugs. we have الگوانتدين والغوانتدين والغوانتدين والغوانتدريل سواء أنا كنت غوانتدين أو غوانتدريل من اسمهم في عندي غوانيدوميتين. I have a غوانيدوميتين. شايفين هاللي أحنا حاطنا عليها إشارة. this is a غوانيدو group. in both غوانتدين and غوانتدريل. this is a drug we can use them as all antihypertensive drug. okay. and they enter to the uh neurons by uptake uptake process بتراكموا at in neuronal storage مش مستمع مش مستمع مش مستمع 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 طب استنوا شوي ما أعطوه مش عافي ليش ما تحرك عنكم okay ما ظهر لسه? مين ظهرت عنده? اه اوكي ممس. اوكي. حكينا في عندي غوانيدوميتين ان غوانتدين و لغوانتدريل. okay? this is a drug بيتساولهم بتتخزنوا عند هيشتغلوا عكسر هيشتغلوا عكسر هيشتغلوا عكسر هيشتغلوا عكسر شو بيساوه? برتبطوا عند بيساولهم stabilisation stabilisation احنا لما بيجي عنا بيغير بيغير تبع الممبرين تبع فبيسبب أو epinephrine بيزدراك شو بيساول بساول stabilisation للممبرين حتى لو ايجاني ما رح تخلي يصير احنا طبعا حكينا انهم خلال احنا انا انا منعتهم عن كل الريسوبتر سواء الريسوبتر كانوا الفا ولا بيتا الفة 1 or beta 1 or beta 2 فهيه I đ't have high selectionivity for these they exist and next time I will start with the biggest subject cards ok